تحية طيبة لكم نهار اليوم كانت الأجواء غائمة بغيوم على ارتفاعات مختلفة وهطلت زخات خفيفة من الأمطار في مختلف مناطق المملكة والآن الأجواء أقل برودة من المعتاد وتكون حوالي 18 درجة مئوية أيضا التي نشعر بها هي 18 درجة الأجواء تكون غالبا غائمة بغيوم على ارتفاعات مختلفة واحتمالية لهطول زخات خفيفة من الأمطار في بعض المناطق أما عن حركة الرياح فتكون شرقية والآن مع درجات الحرارة متوقعة خلال هذه الليلة وأيضا خلال نهار الغد نبدأ كالعادة من المناطق الشمالية من البلاد في إربد هذه الليلة 13 وفي رأس منيف تكون 10 درجات مئوية وفي المفرق تكون 13 وتواجد لبعض الغيوم خلال هذه الليلة تكون أيضا أجواء غائمة في مختلف مناطق المملكة غدا حوالي 27 في إربد وفي الشون الشمالية تكون 36 درجة مئوية أجواء حارة لكن تهطل الأمطار في معظم هذه المناطق في شرق عمان 18 ومطار الملكة عليها 15 درجة في غرب عمان تكون 18 وتواجد لغيوم على ارتفاعات مختلفة غدا حوالي 24 في سويلح وفي الزرقاء تكون 30 درجة مئوية أجواء دافئة لكنها ماطرة في نفس الوقت 14 في مادة بهذه الليلة و13 في مرج الحمام في البحر الميت تكون 27 درجة واحتمالية لهطول الأمطار في الأغوار مع 25 غدا ترتفع إلى 35 درجة مئوية وفي وادي الموجب غدا تكون 33 درجة مئوية 16 في معان خلال هذه الليلة واحتمالية لهطول الأمطار في وادي رم تكون 21 درجة والعقبة خلال هذه الليلة تكون 24 درجة مئوية غدا أجواء مغبرع مع 33 درجة وفي البترة تكون حوالي 29 مئوية في رويشة تكون 16 كذلك الأمر في الصفاوي وأيضا أجواء غائمة والأزرق تكون 18 مئوية واحتمالية لهطول الأمطار في بعض من هذه المناطق غدا حوالي 32 في الأزرق والصفاوي حوالي 30 درجة والأجواء مغبرة إذن لنهار الغد هناك ارتفاع على درجات الحرارة الأجواء دافئة إلى مائلة للحرارة في أغلب مناطق المملكة لكنها أيضا غائمة جزئيا إلى غالب غائمة وتحطل زخات ميل الأمطار بمشيئة الله في مختلف مناطق المملكة ليلا تكون أجواء مغبرة مع 18 درجة مئوية اليوم الخميس أجواء غير مستقرة وحوالي 22 درجة مئوية تكون الأجواء دافئة نوعا ما لكنها ماطرة وأيضا مغبرة في معظم مناطق المملكة ليلا تكون 13 درجة مئوية تستمر الانخفاضات على درجات الحرارة ليوم الجمعة لتصل إلى 16 درجة مئوية واحتمالية لهطول الأمطار في عدة مناطق من البلاد ليلا تصل إلى 10 درجات مئوية وفعلا تكون أجواء غائمة إذن تكون الأجواء غير ملائمة للخروج وأيضا غير ملائمة للرياضات الخارجية وتكون محفزة على الأمراض انتهت النشرة على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت العودة لك علي في الأخبار